اهلا ومرحبا بكم سيدتي وسادتي متابعين متابعاتنا على قناة المنتخب تيفي وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي سعيد بان التقيكم مجددا في هذه الاطالة التلفزيونية المواكبة لمختلف الاحداث التي تطرع على الساحة الرياضية الوطنية وبطبيعة الحال يضل الشغل الشاغل لعموم الرياضين المغاربة وفريقنا الوطني لوليلة الحمد كسب تأشيرة العبور إلى نهاية كأس العالم 2022 وحويل هذا نتطرح فيما بيننا بجموعة من الإسئلة السؤال الأول وطبع الحال الأكبر يتعلق بمصير الإدارة التقنية الوطنية هل سيتضل المدريب وحيد خليل وديش هو مدريب الفريق الوطني وهو هل هو من سيقود أسود الأطلس خلال نهاية كأس العالم بقطر الشهر نوانبر ودجمبر القادم بخصوص هذا الموضوع كيف تابعنا كانت هناك جلسة ما بين رئيس الجامعة المالكية المغربية الكرة قدم فوزي القجاع وأيضا المدريب وحيد خليل وديش لأنها فترة الإجازة اللي قدها في البوصنة وبعد ذلك عادة لفرنسا ومفرزها على الرجال المغرب كان لقاء بين رئيس الجامعة وبين المدريب الناخب الوطني وأبلغ فوزي القجاع رسميا وحيد خليل وديش بالعريضة ديال المطالب ممكن نسميها بهذا الشكل هذا عريضة المطالب اللي كتحدد مجموعة من الاختيارات اللي لابد أن يخدع لها مجموعة من القرارات التي يجب أن يخدع لها المدريب الوطني وحيد خليل وديش ومن ضمنها طبعا وفي طريقة طبعا هو ما كان رئيس الجامعة حاسما بخصوصه عندما تحدث على أن لا يمكن لأي كان أن يصد بابا في وجهه أي لاعب مغربي تأكدت جاهزيته وتأكدت أيضا وصوله إلى قيمة التنفسية واستخاقه لحمل القميص الوطني بصرف النظر على كل الاعتبارات الأخرى على كل الادعاءات وأيضا على كل الوازع لا كان انضباطي ولا سلوكي كيف تشبت به وحد خليل الجيش عندما استبعد من الفريق الوطني كيف كان عرفه جميعا كل من حاكم زياش نصير المزراوي وأيضا أمين حاريس وبعد ذلك أيضا يوسف مالح لاي بندي فيورنتينا الإيطالي إذن هذا شرط أساسي أبلغ به وحد خليل الجيش وأعطيتهم مهلة للتفكير ليعود بعد ذلك للاجتماع في الغالب مع رئيس الجامعة خلال الأسبوع القديم للحسم أولا في هذا الأمر كون أن وحيد خليل الجيش يتطابق تفكيره مع ما يذهب إليه رئيس الجامعة ما يذهب إليه جماهير كرة قدم المغربية التي لم تعد تقبل بأي حال من الأعوال أن يحرم فريقه الوطني من أي لائب عنده القيمة لكي يكون حاضرا في كاس العالم ومن الممكن أن يقدم الإضافة المطلوب وهذا الأمر كيف قلنا دائما رائعين بمدى جاهزية وتنفسية كل لائب على عدة في اللحظة دير السفر عندما سيحين معيد مشاركة في كاس العالم وقبلها المباريات الرسمية والويدية لغادي خضاء الفريق الوطني فإذن قرار دير فتح الأبواب وعدم إغلاقها تحت أي وازع وتحت أي دريعة في وجه أي لائب من لائبي الفريق الوطني ثم أيضا إن وافق واحد خليل الجيش على هذا المطلب اللي هو مطلب أساسي ولا محيد عنه أنا داك سيجري التباحد بخصوص البرنامج التحضيري اللي غد يخضه الفريق الوطني واللي بدأت ملامحه الأولى تتضيح فيما يبدو لأنه أما من الآن رزنا ما دي المباريات أو أجندة دي المباريات دي الفريق الوطني من هنا لغاية شهر نوانبير عندما سيجري أول مباركته له في إطار نهاية كاس العالم بقطر 2022 وغد تكون طبيعا الحال يوم 23 نوانبير أمام المنتخب الكرواتي كلنا نعرف على أن الكونفيدرالي الأفريقي لكورة القدم كانت قد برمجت ست جوالات تصفوية خاصة بكأس أفريقي الأمم 2023 اللي غد يجري بالكون ديفوار وكان هات ست جوالات غد يتخلق تماما كل إمكانية أمام المنتخبات الخمسة الإفريقية المرشحة لكأس العالم ومن ضمنها طبعا المنتخب المغربي كانت غد تصد تماما الباب في وجهها وما تعطيهاش أدنى نافذة دولية لإجراء مباريات دولية لأنه غد يتعبوا هذه المباريات يعني ما بين شهر يونيو لأن النافذة الدولية كانت في شهر يونيو وكانت أيضا في شهر شوتنبير وبعدها غد يمشي حتى الشهر نوانبير فإذا لا مجال لإجراء مباريات دولية ولكن الجامعات دي المنتخبات الخمسة لتأهلت لنهاية كلاس العالم وفي طالعتها طبعا الجامعة الملكة المغربية للكورة القدم رسلت الكونفدرال الإفريقية وطلبت منها رسميا بأنها تأجل على الأقل جولتين من الجولات الستهادي إلى ما بعد نهاية كلاس العالم وهكذا كان يعني أن باتريس موتسيبي الكونفدرال الإفريقية للكورة القدم قررت بإجمع أعضائها على أنها تمنح الفرصة للمنتخبات الإفريقية الخمسة التي ستشارك إن شاء الله في كاس العالم بقطر أنه سيتم تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة على تصفيات كاس إفريقيا للأمم إلى ما بعد كاس العالم أي إلى غاية شهري مارس من سنة 2023 وعليه أصبح البرامج الحالي والذي أيضا مؤقت إلى غاية الآن ديال الفريق الوطني اللي غد يحضروا عبر مباراة ودية وعبر مباراة رسمية إلى غاية نهاية كاس العالم 2022 نوفمبر ودجمبر الفريق الوطني بحالي نعرف غد يبدأ المواجهات دياله بمباراة ودية يوم فاتح يونيو بسانسينيتي الأمريكية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الاختبار الودي لحد الآن الوحيد الذي تم التوافق عليه بين الجامعة المالكية المغربية للكرد قدم ونظرته الأمريكية بالنظر إلى أن هذا المحق الودي غد يقرب الفريق الوطني نسبيا إلى الطريقة التي يلعب بها المنتخب الكندي اللي غد يكون هو المنتخب اللي غد يوجهه الأسود الأطلس غير يوجهه في إطار المباراة الثالثة لهم في نهاية كاس العالم يوم واحد دجمبر بعد ما يكونوا قد وجهوا في المباراة الأولى كيف ذكرت يوم 23 نوانبر المنتخب الكرواتي ويوم 27 نوانبر المنتخب البلجيكي إذن للاقتراب من طريقة وأسلوب لعبي المنتخب الكندي اللي كان ولابد أن نؤكد على هذا الأمر كان من أكبر مفاجأة تصفية المنطقة ديال كونكاكاب الأمريكي الأمريكية الشمالية لأنه تمني ديال المنتخبات اللي وصلت إلى الأدوار النهائية اللي عبت في شكل بطولة لعبوا 24 14 المباراة وتمكن المنتخب الكندي من أن يتصدر بشكل مفاجئ كيف قلت دليل على أنه المنتخب الكندي عمل صحوة رائعة جداً غد يتمكنه من أنه ينتزع بطاقة التأهول إلى كأس العالم باش يشارك في المونديال لتاني مرة في تاريخه المنتخب الكندي كيف ذكرت يعني خلال 14 المباراة تمكن من أنه يحقق تمني ديال انتصارات ربعا ديال تعادلات وألحقت به هزيمتان وكان عنده أقوى خط غجوم في هذه التصفيات سجل 23 هدف ولم يستقبل مرمى سوى 7 هدف كأقوى خط الدفاع إذن المنتخب الكندي كيحتل المرتبة الأولى مناصفة مع المنتخب المكسيكي ب28 نقطة ولكن السبق طبعا المستوى ديال النسبة الخاصة كان عند المنتخب الكندي فيما المنتخب ديال الولايات المتحدة الأمريكية حل في المركز الثالث ب25 نقطة فإذن هذا المحق الودي سيكون عنده قيمة كبيرة جدا بالنسبة للفريق الوطني لأنه بحل يقولت سيقربه من أسلوب لعب المنتخب الكندي إذن مباراة أمان الولايات المتحدة الأمريكية يوم فاتح يونيو وحصلنا على التوقيت إن أجريت المباراة مساء بالتوقيت الأمريكي فهذا معناه على أننا سنشاهدون الفريق الوطني تقريبا في حدود منتصف الليل ديال يوم الأربعة إلى يوم الخميس بعد هذا المباراة الوديا الفريق الوطني سيعود إلى المغرب ليبدأ تحضيراته لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا المباراة التي تم الاتفاق على إجراءها يوم 9 يونيو القادم بملعب لم يتم تحديده ولكن في الغالب سيكون مركب محمد خميس بالضربدة اللي يشهد الملحمة ديالتأهل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وبعد هذا المباراة مباشرة الفريق الوطني سيتحول إلى مانوروفيا لمواجهة منتخب الليبيري دائما في إطار تصفية كاسي فريقي للأمم 2023 سيتكون المباراة يوم 13 يونيو هناك احتمال على أن المنتخب المغربي ممكن أن يبرمج مباراة ودية ما بعد هذا الطاريخ يعني ما بعد طاريخ 13 يونيو 2022 باش يلعب المباراة الرابعة عادية لتكون هذا المرة في شهر يونيو وتكون يعني هي ثاني مباراة ودية بعد الأولى اللي غد يخذ أمان الولايات المتحدة الأمريكية لا شيء إلى الآن تم حسمه ربما سيتم الكشف عن هذه الأشياء في القريب العجيل وفي الغالب على أن هذه المباراة الويدية إذا كان ممكن أن يزرع الفريق الوطني ما بعد عودته من مانوروفيا أنها تكون أمام منتخبين أوروبي لماذا منتخب أوروبي بطبع الحال لأن الفريق الوطني سيواجه إلى جانب المنتخب الكندي أو قبل أن يواجه المنتخب الكندي سيكون علي أن يواجه المنتخبين الكرواتي والبلجيكي وبالتالي يحتاج الفريق الوطني إلى محك مع منتخب أوروبي وقد جرى الحديث على أن هناك إمكانية برمجة مباراة أمام المنتخب الفرنسي من تحدث على إمكانية إجراء مباراة أمام المنتخب الهولندي أو المنتخب البرتغالي فالاحتمال تكون لها موجودة وسننتظر إلى أن يتم الإعلان على المباراة الودية الثانية أعتبارا إلى أن الفريق الوطني سيعود بعدما يتمنحوا لائبين وإجازة قصيرة ويشاركوا مع نواديهم سيعودون خلال شهر شتنبير القادم وخلالها الفريق الوطني سيجري مبارتين عن الجولة الثالثة والرابعة لتصفية كأس إفريقي الأمم 2023 في الكود ديفور هي مباراة ستكون في الأسبوع 17 18 19 شتنبير أمام منتخب زينبابوي هنا بالمغرب وبعد ذلك سنتقل الفريق الوطني إلى هراري لمواجهة المنطقة زينبابوي في مباراة العودة أي مباراة الجولة الرابعة من تصفية كأس إفريقيا للأمم وهذا المباراة في الغالب ستكون يوم 25 أو 26 شتنبير على كل حال هذه المباراة يدير شهر شتنبير لم يتم الحسم في تواريخه ما إلى الآن لتم الحسم في تواريخه ما كيف ذكرتهم مباراة جنوب إفريقيا يوم 9 يونيو ومباراة ليبرية بمانوروبيا يوم 13 يونيو طبعا ستكون هناك إمكانية أن الفريق الوطني ممكن أن يأخذ مباراة في إطار الهامج التحضيرات اللغتي تمنح قبل دخول رأسا في نهاية كأس العالم يوم 23 نوانبير حيث سيواجه المنتخب الكرواتي ممكن أن الفريق الوطني يخوض قبل مباراة كرواتيا يخوض مباراة ودية لسنا ندري على كل حال كيف ذكرت الاجتماع القادم اللي سيجمع الناخب الوطني وحيد خليلو بفوزي القجاع ليحسيم في نقطتين مصليتين النقطة الأولى كيف تكلمت عليها هو أنه يجي سيوحيد وقد وافق بلا أدنى تحفظ على أن الباب دي الفريق الوطني لا يجب أن يصد في وجه أي لعب كيف ما كان نوعه تحت أي وزع وخاصة إن كان هذا اللعب يتطابق مع خصوصية المرحلة يتطابق معها بحيث أن يكون في تنافسية كبيرة ويكون في جهزية بدنية كاملة مع فريقه ليكون قيمة مضافة الفريق ليتم الكشف عليها خلال الأيام القليلة القديمة لا أعتقد على أن أنا ما من هامش كبير ديال الوقت للحسم في بعض الأمور ما سنبغيش ندخل في موضوع ديال الأسماء التي تم الترويج لها كأسماء مرشحة لتدريب الفريق الوطني كثيرة هي الأسماء التي تم تداولها على نطاق واسع ولكن عندما نشتغل على الأمور الرسمية فإن كل الأخبار التي تروج تظل شائعات ليس إلا الحقيقة المطلقة الماثلة أمامنا إلى غاية الآن هو أن واحد خالي ما زال هو الناخب والمدرب ديال الفريق الوطني وأن مصير سيتقرر بشكل نهائي خلال الأسبوع القديم بناء على ما ستفضي إليه يفضي إليه اجتماعه مع السيد رئيس الجامعة طبيعة الحال إن تم تأكيد الواحد خالي الجيش في منصبه سيغلق هذا الملف بشكل نهائي وسنتواعي الجامعة لأن نفتح صفحة جديدة وإن كان هناك من يتحفظ على أن واحد خالي الجيش لا يملك المقومات الفنية وأيضا تاكتيكية لكي يقود الفريق الوطني في نهاية كاس العالم وأنا معهم في ذلك ولكن ولكن إذا ما وفق واحد خالي الجيش على عودة كل كل اللاعبين من قوسين المغضوب عليه من خلاله وليس من خلال المغاربة طبعا إن كان وافق على هذه العودة ممكن أن نتحدث في أشياء أخرى لاحقة لأن الفريق الوطني يتواجد في مجموعة قوية وتحقيقه لإنجاز الوصول إلى الدور الثاني على غراب ما حدث في كأس العالم الف وتسعمائة وثمانين مشروط بأن يصل الفريق الوطني إلى قطر وهو في أتم جاهزية على كافة المستويات وهو أيضا يملك كل الإمكانات البشرية الموارد البشرية الحقيقية وأيضا اللي يمكن لها تعطي القدرة على أن يتنافس في المستويات العالية نحن متفائلون بأن الفريقنا الوطني القدرة على أن يصنع هذا التمييز يصنع الإنجاز في وجوده ولو أنه في وجوده داخل مجموعة أعيد وأكرر على أنها مجموعة قوية جدا مجموعة متوازنة كيف قلنا بلا شك ولكن قوية وصعبة ليس على المنتخب المغربي ولكن على المنتخبات الأربعة بلا أدنى المنتخب الكرواتي وصيف بطل عالم منتخب البلجيكي الذي صنفه منذ سنوات كأفضل منتخب عالمي على مستوى الترطيب العالمي وهو يبحث بكل ما يملك بجيل دهبي على أن يتوجه بلقب عالمي بعدما ضعت منه فرصة تتوجه على مستوى بطولة أوروبا للأمم الأخيرة أيضا المنتخب الكندي اللي هو الآن الشعلة المتوهجة في أمريكا الشمالية في الكونكاكاف المنتخب اللي نجح بكل تأكيد في تحقيق طفرة رائعة مع مدربه الإنجليزي الشاب مع وجود لائبين ممتازين كيلابو بمختلف الدولية الأوروبية وأيضا كيلابو في الدولي الأمريكي إذن هي مجموعة قوية جدا صعبة على الجميع نتمنى أن الفريق الوطني المغربي يوصل من خلال محاكات ودية ومن خلال المحاكات الرسمية أن يصل بأتم جاهزية إن شاء الله إلى كأس العالم إلى قطر حيث تنتظره الآلاف من الجماهير المغربية والعربية لتعبر معه جسر الأحلاب نحو مراتب الخلود بحول الله إذن آتي إلى نهاية هذه الإطلالة التلفزيونية على أمل أننا سنلتقي إن شاء الله في إطلالة تلفزيونية قادمة لأتحدث لكم عن البرامج التحضيري لمختلف المنتخبات اللي ستشكل منافس للفريق الوطني في إطار كأس العالم في إطار المجموعة التي توجد فيها إلى ذلك الحين أتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات تلقوا على خير وإلى لقاء قريب بمشي يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان وضربتهم القاضية الصمت وليس كثرة الكلام ارفع كلمة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة